قال المتحدث باسم الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخايا درعي قال إن القوات الإسرائيلية أنذرت سكان أكثر من عشرين بلدة أخرى في جنوب لبنان بضرورة إخلائها على الفور وذكر المتحدث أنه تم قصف مقر مخبرات حزب الله بالضحية الجنوبية لبيروت التصيد الإسرائيلي يستمر في وقت تقف فيه المنطقة على شفى حرب شاملة فعلى الرغم من التحذيرات الأممية والدولية واستمرار الإدانات يواصل الاحتلال قصفه الغاشم على جنوب لبنان وفي أحدث أشكال التصيد استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت في واحية من أعنف الضربات على لبنان منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن الغارة الإسرائيلية كانت تستهدف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله يأتي ذلك في وقت استهدفت فيه غارة إسرائيلية معبر المصنع الحدودي مما تسبب في تعطل الطريق إلى سوريا وهو أحد الطرق الذي استخدمه مئات الآلاف من الأفراد للفرار من بطش الاحتلال حيث زعمت قوات الاحتلال أن حزب الله يستخدم المعبر في تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان في المقابل قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن المعبر يخضع لرقابة الدولة وأجهزتها الأمنية هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك والهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت مما أدى إلى استشهاد أشخاص وإصابة آخرين